السلام عليكم نتمنى تكونوا باخير وعلى خير سنحضروا مع بعضنا حلوة كريمة سريعة لا تحتاج الكثير من الجنواز في التلاجة سهلة في مواقع التواصل بطريقتي بالجنواز المعتمد كذلك بدلت في الكريمة والطريقة رأيها سهلة المهم أن تغير فكرة الشكل فقط لا تنسوا تشجيع لي بلايك دائما غير باش يطلع الفيديو لأني غبرت على القناة بزاف شكرا لكم بالنسبة للجنواز سوف نحتاجه على بركتي الله ربعات البيضات يكونوا كبير مئة قرام عفوا مئة وعفوا مئة وعشرين قرام ديالسكار سوف نعودها بهاد الفانيليا المجموع عندي مئة وعشرين قرام مئة وعشرين قرام ديالبقيق بالنسبة للعبار بكاس العنباء كأس مصطح ديالبقيق وكأس الاربع ديالسكار من الأفضل خودوا ميزان إذا كنتوا تتهوا وهكذا الحلوية سوف يبقى مدة طويلة سوف نغرب الدقيق مع علقات الخميرة ديال الحلوية تقريبا 1-4-5 قرام ودائما نغرب الدقيق عدة مرات باش يجنال خاليط مهوي سوف نأخذ ربعات ديالبيضات ربعات ديالبيضات الحجم ديالهم يكون هكذا وافي يكون كبير قبيصة ديال الملحة ومئة وعشرين قرام ديالسكار محسوب فيه السكار ديالباني سوف نغرب جيدا حتى نحصل على خليط وشكل دياله كيف تظهر لكم في الصورة سوف نضيف الدقيق على دفوعات على ثلاثة ديال المرات سوف نخلط من الأسفل للأعلى سوف نستمر بنفس الطريقة هنا سوف نزرب تشوي الفيديو حتى نكمل كيمية ديال دقيق بالنسبة للفرن سخنته على مئة وثمانين درجة من الفوق والتحت من اللي غادي ندخل كيكي طيب غادي ننزل حرارة المئة وسبعين من مئة وستين درجة حتى المئة وسبعين باش متي تلهبش الكيك ودائما حسب الفرن اللي عندكم خديت هنا طاوى القطر ديالها 40 سنتين على 30 تندكر القيات وتلقاها في التعليقات عدوا غير تبعوا الفيديو را كل شي تندكروا إلي لنسيت فا مرحبا بالأسئلة ديالكم غادي نبسط الخليط بحال هاد الشكل باش نضمن انه متيجيش جيها طالعو جيها خبطاو غادي نحط هاد طاوى في وسط الفرن في الوقت فاش غادي نحط الكريمة خديت 150 ميلي لتر اللي هي 150 قرام ديال الكريمة عفوان ديال الحليب بارد علاش لو ممكن حتى الكريمة اللي توفرات لكن هنا درنا بودرة ديالشانتي ما نحتاجوش غادي ندير علبة ديالشانتي وغادي نضيف واحد العلبة ديالجوبن من فئة 80 قرام غا نخليلكم الى بغيتو الاسم اللي استعملت المهم خدو اي جوبن بغيتو باش نكو هاد الكريمة تتجيب بنينا والكيميا ديالها مزيانة مباشرة نضيف الكيك خرجته من 12 دقيقة خديت سكين هكذا دهوز على الجوانب باش لازولت هذا الورق طهي من الطاوة ما تلصق رياس جينواز وخديت شوية سكر بودرة او سكر رطب اللي غبرت بي ذاك الورق وضع الجينواز صغير باش يمتص عفوا الرطوبة ما تكترش بزاف ديال من السكر سنجد الجينواز يبرد في التلاجة مدة نصف ساعة ممكن اكتر لكن هاد الكيك سريع ما تيخدش بزاف ديال الوقت ممكن تحضره في ساعته غير يبرد هاد الكيك وكملوا الطريقة شوفوا كيف سنشكله كيف ما بغيت لانه طاب في القياس ومخلته شي بس في الفورن من بعد ما برد اغطيتو غير بهاد الورق ممكن تغطي بلاستيك غدائي باش ما ياخدش روائح مثل اللاجة بالنسبة لكيكل تظهر لكم ان شاء الله سنزلو لكم هاديك جينواز اللي ممكن تقسمو على طبقات هنا اخذي تسيخ كل ممكن تاخدو اما ديال اينوكس او البلاستيك اللي متوفر لقوطر ديالو سبعة ديالسانتين تيجيو هاد الكيكات رائعين في الحجم ديالهم غادي نحصل تقريبا على 15 دائرة وبنسبة للتزيل اللي شفتو معايا في اول فيديو في هاد التورتات السهلي هاد التورتات الصغار فهو ذاك البقايا ديال الكيك اللي غادي ناخدو غادي ندخله من الفران غادي نشعلو هاد المرغير من الفوق حتى يتحمرو كونه على بارد غيات يتحمر هاد المرغير من الفران وغادي نفرطه غير بين يدي منحتاج ندير ليشي هكدا باش نطحنو إلا شفتو غادي تقولوا واشكا وكا ومهرماش او مكسارات وورا غير هاد الكيك تحمرو بحال هاد الشكل وممكن إلا ما حصلتوش على واحد اللي بغيتو حتى قاعد تفرتو بحال هاد الشكل ودخلوه ثاني الفران شعل دائما من الفوق يتحمرو ضغيات غيرها ما تسهو شالي هنا اغطيتو الدوائر باش يكونوا محافظا على رطوبة ديالهم الخطوة اللي نسيت هو ما سقيته مش بسيرو اللي كنت محضرها بكاس ديال الماء وربع كاس ديال السكار وافي وصاشي ديال فانيليا تغلو من خمسة دقيق حتى الستة وتنخليوه بردره معروف الطريقة ديال السيرو وتنسقيو به الجينواز او اي كيك انا نسيت ولكن اذكرتكم اللي نسيت سقيتو مغيم الجوانب هاكده باش يعطوني ذاك الحلاوه هاكده ديال السيرو تتكون لديدة وفي نفس الوقت الجينواز ضروري تنسقيوه لانه يكون شوي ناشف ومع ذلك الوسط اللي ما سقيتش رهجاء رطب ما كانش واحد تغيير صافي هنا درت هاداك الكريمة اللي حضرت رسيت جيقة بقدمها هاد المكونات مع عدد ديال ديال الدوائر درت الكريمة وتنخد ديال البقايا ديال اللي حمرنا وتندر درهم الفوق على هاد الشكل اللي بالنسبة للسيرو هادا هوا اللي انسيت ده بدرتوغي من الجوانب صافي الكريمة راها ساهلة ودرنا فاغي داك الجوب الممكن لما توفرش داك العلبة ديال الجوبن استعملت الحلوه ممكن ديروا قطع من الجوب المربع ديروا واحد جوج هاكده كافيا وطربوهم عشوية ديال الكريمة هي هوم اللي عاد ضيفوها الكريمة باش ميكونش محبب والشكل ديال هم تيجي راقي قدمتم بحال هاد الشكل هادا ممكن تضيفو مكسرات لدك الكيك اللي حمرنا ممكن كدلك تزينو بفواكه طريم قطعها هكده تحطوها من الفوق او ممكن تديرو ليفروي كونفي سوغيز داك اللون دياله احمر تقطعوه على نصفين وديرو كل نصف دائرة فوق حلوار غادي تجي شي حاجة تاني اللي مميزة المهم الاقتراح زوين بزافه وساهل غادي يعجبكم ويعجبوا ليداتكم وحضروه بكيمياء وفيرة لانه ما غا يبقاش غادي تديرو ان شاء الله وتعوده شكرا لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة